بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين. وزيكم يا حبايبي أخباركم ايه؟ يا ربي دايما انتو كنوا بقى الفخير. انا نوهم اقلم. قناتنا وفور. ان شاء الله النهاردة هنعمل هارسة الشط. اه عملناها اول ما فتحنا القناة كده عملناها بس في ناس طلبتها مني. وطبعا لازم نعملها الاهم ده علشان دخلت رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين. ولازم نكون جاهزين بقى. يلا نسمي اللون على المطبخ نشوف هنعملها ازاي? يلا نسمي اللون هنا يا حبايبي بجيبنا بقى الشطة اللي احنا هنشتغل بها هنعمل النهاردة هارسة الشطة بالشطة الخضرة والحمراء مع بعض. طبعا آآ آآ عم اكتب قبل كده زي ما قلتلكم. بس آآ آآ هي ان طلبت مني. في ناس طلبوها مني وقاليها انه اعمل لنا هارسة الشطة. فقلت لا هعملها له كمان آآ كده كده كنا هنعملها عشان خاطر آآ دخلة رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين. آآ فلازم تكون جاهزة عندنا. وانا واحدة من الناس ما باستغناش عنها خالص لا رمضان ولا غير رمضان لازم تكون عندي موجود. يعني دايما دايما بقول عليها ان هي كنز في التلاجة عندي. يعني عايز اقولك بعمل برطة ما نحطه في الفريزر وبرطة ما نحطه اه في التلاجة من تحت. آآ وخصوصا وخصوصا الشطة بتاعة الشتة او اي خضر بتاعة الشتة. آآ عايزوا تخزيني اي حاجة. اي حاجة عايزوا تخزينها خزينها من خضر الشتة. لان خضر الشتة بيبقى احلى خضر. آآ خلاص. يب احنا جبنا هنا ايه? جبنا شطة خضرة وشطة حمرة. وطلعنا منها البزور بتاعتها من جوة علشان ما تبقاش آآ زيادة لازم يعني تكون في المعقول كبير. علشان هي ما تبقاش ما تبقى حرقة جامد فمش يعني هتحجمك تعملي حاجات وحاجات لأ. لأ انت هتعمليها في المعقول علشان آآ يعني ما تبقى الاكل في المعقول يعني. اللي ازا كنت انت عايزها ازبايسي جامد ده براحتك. خلاص? وبعد هنا كنت سمحت كمان في حد كان بيقول ان البزور بتاعة الشطة دي غلط مش مش المفروض انها تفصل في الاكل يعني. فانا مش عارفة مدى صحة الكلام ده بس سمحت من ده كاترة يعني. خلاص? انا خرطنا الشطة الحمرة خرطنا الخضرة. وهنحط قد نصف كبية ملح عليهم. نصف كبية من الكبية يعني شايفين تلات معلق بالزبط من الكبار دو. ديكو آآ معلقة الطعام. تلات معلق كبار ودول حوالي راسين توم حلوين محترمين كده لان هي روحها في التوم وحلوتها في التوم بصراحة يعني. خلاص? هنضرب كل الحاجات دي مع بعضها. وزي ما قلت لك انت عايزة يعني وانت بتعملها رسة الشطة دي. شوف انت عايزة نعمة ايه? انا نفس ما بحباش نعمة جامعة. يا بحب لا بيبقى فيها حيطة كده تكون زهرة معي. بحبها دايما كده. وما بحبش ان انا اخلطها حطا عمار. لا. ما بعملش كده. عايزة تعملها كده فرق براحتك. يعني انتم كنت لو هتعمل كمية كبيرة بقى. يعني في ناس بكعمل كمية كبيرة اتنين تلاتة كيلو شطة بتحب تعمل كمية كبيرة. لا دي لازم بقى انت هتفقى عمار علشان تنشف كل المية اللي فيها وتخزين دوبك اول ما تنشف والمية اللي فاتت بخر تاخدها تعبها وتشيرها. لكن انا ما بعملش كده. هنا هنحط حوالي من فنجال من بتاع القهوة زيت. الزيت ده هو اللي هيحفظ لك الشطة. هو اللي هيحفظ لك تهرس الشطة. فما ما فيش اي مشكلة وبعدينتها تاخد معلقة منها ما بتجي تعملها اي اكل بتاخد معلقة منها بزيتها بتمها بشطتها بكل كل كل يعني مش مش ما فيش حاجة بتتريمي يعني ما تقلقيت. خلاص انا خلاص خلط نمها بعض زي ما قلت لك ان ما بحبش انا عامها جامع. شايفين بقى بتبقى شكلها يعني شكلها حلوة. انا بحب حتى انا قلت لكم وانا بعملها قبل كده ان انا بحب يعني في ساعات بعمل الحمرة الوحدة والخضرة الوحدة. ولازم اعمل اللي هو ايه الاتنين مع بعض. بحساتها احلى واطع. يعني كمان يعني بحساتها اتنين مع بعض. وبتنفعك في كل حاجة بقى. انت هنا انا زي ما قلت لك خلاص اه ضربته ما انا عمتهاش قوي. هتاخدها بقى تفطها ببرطمان زي لو انت عايزة تعملها بطرق تاني. هتعملها بحطها ببرطمان كده. عايزة تنشي فيها بقى. هتاخدها زي ما هي كده تفطيها افتصى على النار وعلى النار هادية. وكل شوية تقلبي فيها واستحمل بقى كوحة بقى ومش عارفها عشان ديحت الشطة طبعا وطعا وهتبقى مليا للجو كله. هادم كل المية اللي فقد ما تتبخر. بعد كده هتسي بقى تبرد وتعبرت مناطق عادي تاني. خلاص انا كده خلصت يا رب الطريقة السهلة المريحة اللذيذة. وتفضل طول على الفكرة طول الفترة لحتها موجودة. ليه? لان احنا ما نحطناش على الناء. يا رب هرست الشطة تعجبكم. وان شاء الله هتعجبكم وانا عجبتكم. دايما ما تنسونيش باللايك والشير وتشتركوا القناة اللي كنت لسه مشتركتوش. وتزوروا صفحة صفحة نوع فول على الفيس بوكتنا وراها هي كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.